في طعنة انتقامية جديدة ومتعمدة من الجمهورية تخلصت ميليشيا الإرهاب الإمامية الحوثية من مركز الدراسات والبحوث اليمني عبر خطوة التفافية فميليشيا الإرهاب زعمت أنها دمجت مركز الدراسات مع مركز التطوير التربوي وذلك زعم لم ولن ينطلي على من يفهمون الحقد الحوثي فإضافة لكون خطوة الدمج غير منطقية حتى لو قامت بها حكومة شرعية فإن الدوافع الانتقامية الحوثية لا تخفى على من يعرفون ثقل مركز الدراسات وما يمثله في ميزان توثيق الثورات فضلا عن توثيقه وارتباطه برموز سبتمبرية تسعى لطمس تاريخها الميليشيا الحوثية إلغاء المركز تحت خديعة الدمج دفعت مثقفين وسياسيين لرفع أصواتهم الغاضبة من خطيئات الشيطان وخطواته التي تلتهم كل شيء خطوة بعد أخرى وخطيئة تلو خطيئة متسائلين عن جدوى رصد الجرائم الحوثية إن لم يؤدي الرصد لوقوف بالمرصاد من قبل كل المكونات اليمنية يوقف جرائم ميليشيا الإرهاب التي تستهدف كل ما له صلة بالثورة والهوية مركز الدراسات والبحوث الذي رأسه الدكتور عبد العزيز المقالة حتى رحيله عمل منذ التأسيس مطلع سبعينيات القرن الماضي بعد استقرار الأوضاع والانتصار المكتمل لسبتمبر على توثيق الجهد الثوري في ثورة 48 وثورتي سبتمبر وأكتوبر واحتضن فعاليات لمن بقي من الثوار ليتحدث عن الثورة للأجيال ووثق الجرائم الآثمة في الحقبة الإمامية المظلمة ومثل هكذا مركز كان لابد أن ينصب تركيز ميليشيا الانتقام على إلغائه وبدو لتوحد اليمنيين جميعهم لإلغاء الوجود القاتل لميليشيا الإرهاب ستلغي كل جميل ولن يبقى سوى القبح والخرعب ترجمة نانسي قنقر